الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يعلن التهديد بالويل والثبور والانتقام أشد انتقام وتنكيل من المقاومة إذا لم يعود الأسرى الصهينة قبل يوم 20 يناير قبل أن يتسلم مهامه ومنصبه رسميا وإلا سيفعل ويفعل ويفعل وينكل تهديدات شديدة جدا وتصريح بسقف عالي فهل سترضخ وتخشى المقاومة من ذلك؟ هل هذه التهديدات منطقية هل يبقى شيء لم يفعل مع المقاومة أو لم تهدد به حتى ترضخ لترامب؟ هذا ما نتحدث عنه بمشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سن رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الأخبار ووكالات الأنباء بدأت تنقل تهديدات لترامب قبل تسلمه مهامه الرسمية في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول العشرين من يناير 2025 القادم إن شاء الله تصريح المختصر ترامب إذا لم يطلق صراح الرهائم في غزة قبل عشرين من الشهر المقبل فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط تصريحات مفصلة شوية إذا لم يطلق صراح الرهائم في غزة قبل عشرين الشهر المقبل فسيكون هناك جحيم يدفع ثمنه في الشرق الأوسط سيتم ضرب المسؤولين عن هذه الجرائم بشكل أقوى من أي ضربة شهدها التاريخ الطويل والمجيد للولايات المتحدة الجميع تحدث عن الرهائم بوحشية وبشكل غير إنساني وبما يتعارض مع إرادة العالم ولكنها مجرد أحاديث دون أفعال والأستاذ حافظ المرازي الإعلامي الكبير المعروف أيضا كتب منشورنا على الفيسبوك يقول ترامب في أقوى تهديد وعيد لحماس بعد عشائه مع صارة نتنياهو بالأمس تهديد لم يسبق له مثيل من قيصر العالم الجديد الرئيس السابع والأربعين دونالد ترامب إلى حماس بدون تسميتها ودون عرض مقابل إذ يقول ما معناه الويل والثبور وعظائم الأمور وما لم ترويه في التاريخ من نقمة الأمريكيين إلا من تفرجه عن الأسر الإسرائيليين قبل عشرين من شهر تولينا السلطة إلى آخر كلام الأستاذ حافظه إن كان هذا على بعد عشاء مع صارة نتنياهو زوجة من يمين نتنياهو طيب ده تهديد من ترامب هو إسوال التهديد بصفتك رئيس أمريكا طب وأين العالم ومسلسات العالم والمنظمات الدولية التي تتعامل مع هذه الملفات طبعا لا وجودة له طيب الأسرى الإسرائيليين مطلوبين أن يعودوا على الفور وبشكل عاجل طيب وما الحديث عن غير الإسرائيليين الفلسطينيين الأسرى الفلسطينيين في سجول الاحتلال الشهداء الجرحة التدمير الكامل لغزة الذي لم ينقطع يوما ما الإجراءات التي تتم من الكهان التي مخالفة لكل قوانين الحرب أسلحة بخر الجثث فأين أمريكا؟ طبعا ده يؤدي أو يؤكد سقوط الأخلاقي والحضاري الذي بدأت أمريكا منذ سنوات طويلة جدا والذي تحدثنا عنه من قبل وقلنا إن كثيرا من المفكرين والفلسفة وبشروا من زمان بإفلاس وانهيار هذا الغرب وحضارة هذا الغرب لأنها لم تعد تفكر في الإنسان بكل تفكيرها في مصالحها وسوق السلاح وتجارة السلاح والوقوف بجانب الظلم فقط طيب الحديث عن الأسرى من الذي كان يضيع الفرص تلو الأخرى والهدنة نتنياهو نتنياهو لا يريد الأسرة ولا يفكر في الأسرة هي مصمر جوحة الضغوط زادت عليه ظن هؤلاء بأن التضييق على المقاومة بإخراج الجبهة اللبنانية من المعركة من نتنياهو بدأ يلوح بأنه سيخرق الهدنة ده بداية يعني الضغوط على طهران كداعم ودخول الملف السوري في أزمة طبعا في كلام يعني لا يدخل المنطق حاليا أو ليست عليه أدلة فإن لا دا ما يحدث في سوريا لصالح الكار لا الحقيقة ما يحدث في سوريا إذا أحسن السوريون التعامل معه وتحول إلى شيء مؤسسي ولصالح السوريين وليس لصالح الكار لكني الأزمة في اختطاف العمل الجماهيري والشعب الذي يحدث دائما من المختطفين من هنا وهناك طيب هنا شيء مهم طيب هل هذه التهديدات ستفت في عضو أهل غزة أو المقاومة الحية لا لأن لم يعد عند العدو الصهيوني وعند حلفائه ما لم يفعل يعني التجريف القتل التنكيل سيعاقب من فعل ذلك وهو من فعل ذلك استشهده يعني معظم من شارك في هذه العمليات قيادة وأفرادا التقلوا إلى رحمة الله طيب هتعاقب مين طيب إيران والله لأنها ساعدت طيب ما حدث هتقول لبنان نفس الحالة قيادات حزب الله غتيلت يعني فهو لما تدور في الأمر ما الجديد الضغط على قطر بأنها تخرج قيادات المكتب السياسي ماشي أعلم طيب إيه الجديد يعني ما الجديد غير أن الكيان سيكمل ما بدأ به من تسوية غزة بالأرض يعني هل هذا لم يحدث؟ لا هذا حدث هذا تم طيب التنكيل بوحشية ما هذا ما يحدث يعني ما الجديد لم يعد أمام الفلسطيني ولا المقاوم شيئا سوى أن يعيش رجلا أو يموت شهيدا لم يعود خلاص يعني ثم ترامب من قبل سعى إلى صفقة القرن ونقل العاصمة من إله القدس ويعني اعتراض يعني وصفقة القرنة هلل وتحدث بها وبعدين جاءت أحداث سبع أكتوبر مسحت كل ذلك وهو نفسه لم يكمل وعليه اتهامات طبعا هو يريد أن يصلح ما أفسده من قبل أو ما يعني وطر علاقته من قبل ويكمله فجاب جز بنته صهيوني أبوه صهيوني مش عارف الملف في الأوسط مسكه الواحد برضو نفس الحالة واضح من الفريق الذي عمل على الآن يبدأ في تكوين أنه فريق صهيوني حتى النخاع وهذا ليس غريبا ولا مستغربا حتى بايدن من قبل يعني جماعة الناس إذا كانت متصورة أن سيأتي ترامب فيكون أخف من بايدن أو العكس كلهم عند الملف الصهيوني سواء مصلحة الكيان أولا ثم يأتي أي حديث مرة أخرى في أي مكان آخر وإلا من أول الحرب إلى الآن من الذي يمد هذا الكيان بالسلاح والمال والفيتو الأمريكي أمريكا والغرب طيب ومن الذي يمنع المظاهرات ويهدد بعقاب الطلاب إذا وقفوا مع فلسطين وقالة فلسطينية في أمريكا وفي دول غربية فمسألة ما يتغنى به من الحريات وكذا ماشي موجودة بالنسبة لكن عند الحريات الحقيقية لا يتحدث أحد عن هذا الأمر يقول لك بقول إن هم اللي بيكلموا عن الأسرة بوحشية اللي هم مين يقول لك هو مجرد كلام يعني إيه مجرد كلام الناس دخلت في تفاوضات وفي نقاشات وكلما وافقت المقاومة الذي يلحظ كلامه هو الكيان الصوني نيتنياو تحديد لأن نيتنياو يعلم أن يوم ما يخرج من السلطة سيحول التحقيقات لن يخرج منها من السجن فالنهاردة أن يا جماعة الكيل يكون كله للمقاومة وده بيبدأ يوضح أنه لا لم يكن وسطا بل كانوا دائما أعداء وكانوا دائما مع العدو للي بيحاول كل شوية يبرر في أني لا أهو الله كان فيه محاولة كان فيه كذا كان فيه كذا الأب تمارس الضغوط سواء على حلفاء المقاومة أو على المقاومة نفسها باغتيال القيادات واغتيال القيادات لم يؤدي إلى شيء لا عند حزب الله ولا عند المقاومة في فلسطين ولا في اليمن ولا في العراق ولا في أي مكان لم تؤدي إلى شيء مطلقا ولن تؤدي إلى شيء بقدر الله سبحانه وتعالى الدرس المهم والبلغ في هذا الأمر أن هؤلاء الأنظمة وإن ادعوا وتدثروا بالحرية والديمقراطية هذا كلام فارغ الأمر الآخر أنه لن يفلح مع أي مقاوم أن يسلم الراية ولا أن يرضخ وقد رأينا كلما قابلوا بأي عرض الرفض يأتي من الوسيط الأمريكي أو من الكيان الصهوني نفسه نتمنى أن الأمة تفيق شعبيا تفيق نخبويا يعني سياسيا على خطورة ما هذا التهديد الذي تهدد به المقاومة وتهديد ولم نسمع أي وده ليس ما استلامش الحكم فبيهدد من دلوقتي أني أنا أول ما أبدأ لا ده أنا فترة دي حكمي مرحلة جديدة وكأن ما مضى لم يكن تكملة لما بدأه هو فكل ما هناك أن كما يعني طبعا أيضا أين الذين انتخبوا ترامب ودعوا الانتخاب من المسلمين واللي وقفوا يهللوا ويعملوا وعليني دا أخف الضرارين لا وقلنا الكلام دا إني يا جماعة كلاهما وجهان لعملة واحدة شيكل بس ليس إلا نصر الله صحيح وتعالى أن يكون مؤازرا ومعينا للمقاومين المناضلين وأن ينصرهم على عدوهم اللهم أمين أقول أخلي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته